أحملكم المسؤولية الكاملة أنا رجل مهدد اليوم أنت تتنبأ بموتك أو خطفك فهذا ليس علما في الغيب إنما هو حال حرية صوتك المطالب بالحق ويحدث هذا في العراق دون اكتراث لموت الأرواح التي تعبر عن حريتها بالكلمة والقلمة يقتل الناشط إهاب الوزن في كربلاء على يد مجرمين وقبله كثيرون قتلوا أو ألقوهم في غيابة الجب يتقنعون وجه العراق من لحم ودم غير أنهم قتلة خارجون عن القانون والمبدأ والضمير لم يترك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة للوقت بالسكوت على جريمة أعادة الخوف في شوارع البلاد فكانت التوجيهات المباشرة والفورية لإنصاف حق الشهيد الوزني التوجيه المباشر بسرعة الكشف عن قتلة الناشط إهاب جواد الوزني ملاحقة القتل وكل من سولت له نفسه العبث بالأمن العام تطبيق القانون على من سولت له نفسه استهداف النشطاء العزل التوجيه الفوري للوزرات كافة بحالة الاستنفار حرصا على تقديم الخدمات للمواطنين توجيه فوري لتذليل الصعوبات التي تواجه خدمة المواطن في مجال الكهرباء توجيه مباشر لاتخاذ إجراءات كفيلة بمنع تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية يعوده مسلسل الدم والاغتيال مع موجة الاقتراب من الانتخاب وهو التحدي الأكبر الذي واجهه الكاظم رئيس حكومة في وجه أعداء العراق الذين امتهنوا صناعة الموت منعا لتحقيق أمن وعدل في البلاد وانتخابات تضمن صوت الديمقراطية لذا ثم تم يضرب بروح العراقي بأيدا لا بد من قطعها ليعيش العراق